أهلا بكم اليوم عدين تكلموا على المواجهزات الصحية ديال نبتة الحبق أو للريحان الحبق يتعتبر نبات عطريكي تكون من الألياف والدهون والكاربوهيدرات والبروتينات والزيوت الطيارة مضادات الأكسادة فيتامين جيم فيتامين ألف الحديد الكالسيوم البوتاسيوم الماغنيسيوم ومركبات البيتا كاروتين من بين الفوائد ديال الحبق لجسم الإنسان أنه يحسن من صحة العظام يحارب البكتيريا يحسن صحة العيون يحارب الأورام السرطانية يخفف من الصداع والشقيقة ويساعد في فتح الشهية الحبق ما عندوش أضرار على الجسم ولكن إلا تناولناها كميات كبيرة فيقدر يضر لنا الكبيد والأخصائيين ما كينزحوش بتناوله من طرف المرأة الحامل حيثاش غير آمنة للصحة ديالها وصحة الجانين كما أنهم ما كينزحوش باش أنه يتعطل المولودين حديثا والسبب هو أن فيه زيوت طيارة اللي يمكن ليها تسبب لهم في بعض الأمراض الخطيرة اشتركوا في القناة